لكن هل تتفق معي أن في بعض الأطباء بعض الأطباء التجار بيستغلوا موضوع التجميل أسوأ استغلال في سبيل كذب وتحقيق ربحة بغض النظر عن وضع الحالة والأدوات والمعدات وغيره وبنسمع أن في حالات كثيرة جدا أديرت أنا أعرف حالة حب تامر شفت دهون أظن حصل كومبلين في الحالة وتطورت ومشاكل قعدت سنتين بتعالج بشكل وكانت يعني أنها خلاص على وشك أن تفرق الحياة وكانت مأساة كبيرة لعائلة كاملة أنت بتدمر أسرة كاملة وزيدة كتير بتشوف إزاي الموضوع ده فيه بعض التجاري عند بعض الأطباء هي مهنة الطب زي أي مهنة فيها الصالح وفيها الطالح ودي أمان إحنا يعني أقسمنا عليها عند التخرج أنهنا نحافظ نحافظ عليه ولكن العنصر المادي بيدخل طبعا مع بعض ضعاف النفوس يعني إحنا بشر ففي بعض الأطباء بيتاجهوا لطبعا هو موضوع كسب مادي فيه كسب مادي ما قدرش أقول لأ فبياخد يعني حالات مع الأسف الشديد دون دراسة ودون أنهنا يعني كل حالة بتيجي قبل العمليات بناءة عمل لها يعني بعض الخطوات الأساسية زي التحليل الطبية ونعملها لو فيها مريضة محتاجة نعمل صنار لمسلا لأي عملات الثادي عشان نطمن أن ما فيش أي مشاكل تحصل بعد العملية أو هي ما يكونش عندها أصلا بوادر لأي مرض من الأمراض والطبيب هو اللي حي يعني مع الأسف زي ما بدون كده حيلبسها في الآخر يعني فلازم أنه هي يبقى نوع من الترتيب العلمي السليم قبل ما نشوف الحالات ده نرجع للأطباء اللي هم الكاسب يعني بيحاولوا يتسابوا المكاسب السريعة موجودين موجودين وبنحاول نحاربهم احنا في الجماعية المصرية الجراحة التجميل وفي الأكاديمية الوقت فيه جديدة برضو الأكاديمية المصرية اللي طبقوا جراحة التجميل بنحاول بشكل طرق أن احنا نقنن يعني ايه الخطوات اللي لازم نتتبع قبل إجراء العملات دي علشان نحد من الأطباء الغير يعني مهنيين اللي مش كل جراحة يعني على فكرة اللي بشتغل في السود ده مش هما جراحين التجميل فقط مع الأسف في بعض التخصصات الأخرى دخلوا في المهنة وغير حاجات أساسية موجودة بنسمية الجريزون أو المنطقة الرمادية في بعض التخصصات ده ودي حاجة طبيعية وسليمة وموجودة متعرفة عليها في العالم وموجودة في كل الكتب مثلا يعني عمليات الأنف مثلا ممكن جراحة التجميل بيعملها جراحة الأنف وأزم بيعملها يعني دي حاجات متدخلة ما بعده سليمة لكن لما يجي جراح مثلا يعني مش هزين نسكر مثلا مهنة معينة ولكن أو تخصص معين يعني أنف أزم مثلا يجي عمل عمليات سادي ما ينفعش علشان خاطر المريدة جات له بتصغ فيه ما يقدرش أنه هو يسيبه لا ترجمة نانسي قنقر